اعقد الاجتماع الوزاري التاسع للجنة العلية المشتركة التاسعة بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وعبرها تقنية الاتصال المرئي برئسة كل من سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد أنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة وبمشاركة كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية وسفير مملكة البحرين في أبوظبي وسفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين وفي بداية الاجتماع القاسم الشيخ عبدالله بن زايد أنهيان كلمة أكد فيها أن الدورة التاسعة للجنة العلية المشتركة الاماراتية البحرينية تنعقد في ظل مرحلة استثنائية ساهمت في تعزيز التقارب والتعاون بين الشركاء الحقيقيين وقد شكلت الاستجابة الاماراتية والبحرينية لأزمة كوفيد-19 وتدعياتها الصحية والاقتصادية نموذجا يحتذا به وتجسيدا للتعاون الناجح بين الشركاء معربا سموه عن تطلعه إلى استدامة وتطوير هذا التعاون مع مملكة البحرين لتجاوز هذه الجائحة معا وأن أسموه مملكة البحرين وحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهلة البلاد المفدة أحفظه الله ورعاه على الإنجازات الكبيرة في مكافحة الجائحة وأشار أسموه إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين راسخة وذات جذور عميقة تمتد لعقود سبقة تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1971 مضيفا أن هذه العلاقة حضيت برعاية المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وأخيه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله وهي اليوم حط رعاية قيادتي البلدين وتحظى بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظهم الله ورعاهما وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة لقد ساهمت جهودنا المشتركة بالنهوض بعلاقاتنا الاقتصادية حيث شهدت التجارة الثنائية غير النفطية نموا كبيرا خلال السنوات الماضية من 4.6 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى 7.8 مليار دولار أمريكي في عام 2019 أما فيما يتعلق بمجال الاستثمار فقد شهدت تلفقات متبادلة بمليارات الدولارات خلال السنوات الماضية في قطاعات متعددة مثل الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة والصناعة منوها سموه بأن هذه الإنجازات وغيرها عززتها العلاقة البلدين المتميزة في قطاع الطيران مهنيا مملكة البحرين مفتتاح المبنى الجديد في مطار البحرين الدولي وأكد سموه أن تطلعات البلدين للتعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة زاخرة بالفرص والأفاق الواعدة في العديد من القطاعات الإستراتيجية وفي مقدمة هذه القطاعات الصحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مشيدا بالدور الكبير الذي قام به القطاع الخاص في الجانبين لتعزيز العلاقات بين البلدين من جانبه أعرب سعادة وزير الخارجية في كلمته عن جزيل الشكر والامتنان ليسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على حرصه على عقد هذا الاجتماع المبارك للجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين والذي يعكس اهتمامه بتعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والتي أضحت نموذجا رائدا ومشرفا في العلاقات بين الأشقاء لما وصلت إليه من تقدم وتطور ونمى على كافة المستوية بفضل التوجيهات السامية من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأخاه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه وعرب وزيره الخارجية عن بالغ الشكر والامتنان ليسمو الشيخ عبدالله بن زايد على تهانيه المقدرة بمناسبة افتتاح مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي والذي يمثل نموذجا بارزا للتعاون الثنائي بين البلدين والدعم الملموس لدولة الإمارات العربية المتحدة للمسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 وما تحقق من إنجاز بارز في مجال توفير لقاح القضاء على فيروس كورونا مؤكدا عزم البلدين على مواصلات جهود التعاون والتنسيق المشترك في هذا المجال مشيدا بما تم التوصل إليه من اتفاقات مهمة في مجالات التعاون المشترك وتم خلال الاجتماع التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم المشترك وأكد الجانبان أهمية ما يمثله اجتماع اللجنة العليا المشتركة من تجسيد للروابط التاريخية والأخوية الوثيقة والروابط الأسرية العميقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والحرص الدائم للقيادتين الرشيدتين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بينهما وتنفيذا لاتفاقية اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين الموقع عام 2000 ميلادية وأشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وساعدة الدكتور عبدالطيب بن راشد الزياني بعلاقات الأخوة المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين كما أكد مجددا على الإرادة القوية للبلدين بتنويع مجالات التعاون والتعزيز الروابط من أجل وصول إلى مستوى استراتيجي متميز للشراكة بينهما واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وأكد أهمية دعم وتعزيز وتطوير علاقات التعاون وتفعيلها وذلك من خلال عدد من المجالات الحيوية المهمة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة